هذه تعز لم تنجو بعض من الحرب ولا تداعياتها فلا يزال خيار العنف حاضرا في أرويقة المدينة المنهكة ولا تزال فوراته تظهر في أحيائها المحررة بين الآوينة والأخرى انتشار السلاح وغياب الضابط الأمني ودخول بعض المجاميع المسلحة بالمدينة في صراعات جانبية جميعها أعباء تنهك مشروع استعادة الدولة كما يقول مراكبون بل وتذهب أبعد من ذلك كونها محاولة لطعن مشروع المقاومة من الخلف ورغم أن المدينة تعيش حالة من التعافي خصوصا بعد كسر الحصار جزئيا إلا أن غياب السلطة المحلية لا يزال يفاقم الأوضاع السيئة التي تعيشها المحافظة ويلقي بأعباء ثقيلة على كاهل السكان دعوات كثيرة طالبت بالقضايا على الظواهر السلبية وفرض هيبة الدولة لحفظ الأمن وتعزيز حضور السلطة المحلية بشقيها الأمني والخدمي على اعتبار أن الصراع القائم بين مجاميع مسلحة يؤثر على عمل الدولة وحضورها واستقرار الشارع التعزي ناشطون مدنيون طالبوا بتفعيل مؤسسات وأجهزة الدولة وإلغاء اللجان والمجاميع كما طالبوا بتفعيل دور المؤسسة الأمنية والجيش الوطني السلطة المحلية بدورها عقدت اجتماعا عقب الاشتباكات التي استمرت نحو عشر ساعات بين مسلحين وسط المدينة أكدت على ضرورة تفعيل نقاط التفتيش الأمنية وسط المدينة ومنع مرور الدراجات في أوقات محددة على أن تتولى مهمة التنفيذ قوة أمنية يتم إنشاؤها وتعزز بدوريتين من كل فصيل مسلح إلا أن هذه الأخرى يخشى مراقبون أن تؤدي إلى مزيد من تعميق الانكسام ولا تحل المشكلة فالمدينة بحاجة إلى قوة أمنية موحدة ومنضبطة